السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الخميس سبع كانون الاول ديسمبر القمر اليوم موجود في الميزان ورحيظا الموجود في الميزان لغاية الساعة ثلاثة واربعة وثلاثين دقيقة من صباح اليوم يوم السبت تسعة اتناعش لينتقل القمر بعدها لبرج العقرب القمر الان موجود في منزلة الغفر وهي منزلة الكنوز والضفر والمنع والتفريق والمشاكل والنفي وبرضو رح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ستة واثنعشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الزبانية وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل القمر بما انه موجود في برج الميزان فهذا هو افضل وقت عاطفي لتقوية الرابط العاطفي لعلاقة مع الحبيب او لتحسين العلاقة الزوجية اللي شهدت بعض التوتر في الفترة الماضية احنا بهاي الفترة منكون نشطين اكثر اجتماعيين اكثر من ميل الاسترخاء والتأمل وبيكون الحب ورومانسي واضحين بين العشاق ولكن ممكن الغير يعني هيك انها تلعب دور في علاقة جديدة او علاقة فيها بعض التوتر خلال هاي الفترة مننجح في عملنا الفني ويمكننا تنفيذ مشروع مشترك يمكننا ايضا اقامة حفل ما او اعادة ترتيب وتزيين او ديكور المنزل او المكتب او شراء شيء جميل ومميز بالنسبة للزوايا الفلكية اول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة اربعة صباحا بتوقيت جرينيش بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لطائل منها وبتجعلهم مزاجية الطباع هي مصدر للتوتر خصوصا للاشخاص اللي بكونوا متعبين وبرضو هيك بتعمل نوع من انواع الضغط او من زيادة بتعمل زيادة احتمال تعرضنا لبعض الحوادث ما منوح سن التحكم في افكارنا وكلامنا وذاكرتنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس ايجابية بين القمر وبين المريخ وهي رح تكون الساعة 11 و15 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيش بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر بتزيد من شجاعتنا حماسنا وهذا الوقت المناسب للدفاع عن افكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس ايجابية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون الساعة 11 و36 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا منطلق المساند والدعم من الاصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية اليوم وما لازم نعمل لها عمليات جراحية كبرى الا اذا كانت اضطرارية الكلة، الحالب، المثانة البولية، الاوردة، الجلد كعضول اللمس البنكرياس، الانسولين، اسفل الظهر والزايد الدودية بالنسبة لهذا اليوم، معنى ما في اي مشاكل لاجراء العمليات الجراحية دون الاعضاء اللي ذكرناها مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لازالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بما ان القمر موجود في الميزان، خلو المسار القادم سيكون يوم السبت تسعة اتناش بيبدأ خلو المسار الساعة واحدة وخمس دقائق فجرا بتوقيت جرينيج وبيستمر لغاية الساعة ثلاثة واربعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره أربع وعشرين يوم في تمام الساعة 11 وستة واربعين دقيقة مسان بصير خمس وعشرين يوم نسبة الإضاءة خمس وعشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القاوس حتى يوم اثنين وعشرين اتناش منتحسي الآن بنسبة خمس وعشرين في المية في ساعات الصباح منتحسي بنسبة عشر في المية أما في ساعات المساء سعيدة بنسبة ثلاثين في المية القمر في الميزان حتى يوم تسعة اتناش سعيد بنسبة عشر في المية عطارد في الجدي حتى يوم ثلاثة اتناش سعيد بنسبة سبعين في المية الزهرة في العقرب حتى يوم تسعة وعشرين اتناش سعيد بنسبة خمستاش في المية المريخ في القاوس حتى يوم 4-1 منتحس بنسبة 10% الآن في ساعات الظهر سعيد بنسبة 15% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 سعيد بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبت في الحوت حتى يوم اثنين سبعة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية بلوتو في الجدي حتى يوم اثنين خمسة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر اليوم موجود مقابلكم فعشان هيك بترغبوا في تعزيز شراكاتكم سواء المالية او العاطفية او ما بين الازواج ولكن بتكون تحاذروا من الخلافات وما الضخم الامور الشوي اليوم بتكون مرهف الاحساس متوتر بسبب قلق ما فعشان هيك بدك تحاذر من اثارة العدائي والبلبل لانه مزاجك متقلب وعصبي وهذا الشيء ممكن يثير النفور مع الاشخاص اللي حواليك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم القمر موجود في البيت السادس فعشان هيك بيبدأ العمل بالتراكم لديكم اكثر من المعتاد حاولوا برضو انك تنتبهوا لصحتكم بدك تكونوا منظمين تحسنوا دارة عملكم حاذروا من الجدال مع زملائكم او مع المعاونين في مجال العمل وما تهملوا صحتكم ولا تأجلوا ولا تماطلوا اعمالكم حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات اضافية اقوم بمهماتك بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بتشتد رغبتكم في التقرب من احباكم والتفاهم معهم طبعا اليوم يوم مميز بالنسبة لك في فرص مالية عاطفية ممارسة هواية فرح فن اي شيء من هذا القبيل وبتشعروا بالامان والارتياح وبتغمرك العواطف الجياشة وانت جريء وباستطاعتك التعبير بطلاقة عن مشاعرك وعواطفك في هاي الفترة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا تفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية ولكن بتكونوا يعني هيك عبارة عن عنصر ايجابي وما تتسببوا بالنفور لمن حواليكم اتفهم الآخرين وابقى هادئ احمي استقرارك الصحي من التراجع ممكن تشتكي من بعض التأخير في المعاملات والالتزامات ولكن بعضكم ممكن يكون عنده مناسبة مهمة جدا عائلية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم نشاط عالي جدا عندكم اليوم رح تنشطوه في التنقلات والاتصالات والسفريات القصيرة والحوارات والنقاشات وعندكم قدرة على الإقناع عالي جدا وقدرة عالي بسرعة البديهة وسرعة الخاطر ويعني تحليل الأمور ولكن أهم شيء تتكلم بهدوء ووضوح لتفادي أي التباس محتمل الفترة هاي ممتازة على مستوى الامتحانات والمفاوضات وحاول أنك تكون جريء لأنه النتائج مثمرة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم في فرص لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات دعم هدية ولكن اليوم برضو في منكم رح يعيدوا ضبط ميزانيتهم ممكن تحتاج لأحد أحبائك لدعم مالي أو معنوي نظم أقصاتك وديونك وما تستخف بالفوتير الصغيرة وحاذر من المصاريف الاستشفائية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا رح يطرأ تغيير للأفضل على صحتكم وبتجدوا حلول لمشاكلكم وبتكون مقدام وممكن تنطلق من جديد بعد تصحيح الأخطاء بتتغير نظرتك للحياة وبتحضر ما هيك أنك تغير من نمطك أو من أسلوبك تبدو متفائل وسعيد برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر اليوم موجود في بيت المتاعب يعني اليوم بتكون تنتبهوا أكثر لصحتكم لأنه يعني ممكن تجد نفسك في موقف صعب بدك تكون حذر وحكيم حاذر من الكلام السيء حاذر من التراجع الصحي هاي فترة يعني فيها فشل وخيبة يعني ممكن حد يوعدك بشيء وما يوفيه أهم شيء أنك ما تتخذ قرارات حاسمة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس اليوم تلتقوا الأصدقاء ممكن تتلقى عرض أو تجد نفسك في موقع مهم حاول أنك تكون عند حسن الظن بك تجنب الإنفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذر من الحوادث بسبب عدم الانتباه اليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا من لقاء بعض الأصدقاء برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم تنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وممكن تفرحوا لانفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وممكن تقوم اليوم بخطوة مباركة أو تتلقى إشارة إيجابية وهي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف وبرضو هذا الوقت مناسب للأشخاص اللي بدهم يقدموا طلبات للعمل أو لتوظيف برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم تنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة اطلبوا رأيك خصوصا رأي الشريك أو الحبيب قبل ما تتمسك بقرارك ممكن تنشغل بمسألة مالية أو هموم صحية أو عائلية باستطاعتك بحث موضوع قرض أو تمويل أهم شيء أنك ما تهمل التفاصيل الدقيقة اليوم نشطات عالية جدا حتى على المستوى العاطفي والدراسي الامتحانات الاتصالات المواصلات السفريات كلها برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت اليوم بتنهمكوا بإعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة في فرص لمكسب مالي بيجي من شراكه ولكن برضو ممكن يكون هذا الأمر بيجي من تعويض أو من بنك ضريبة تأمين أو أشياء اهتمام بالمسائل المالية المتنوعة ولكن بدك تحاضروا من توجيه كلام جارح أو نابي أو بغير محل لأي ينكان ممكن تواجه خصم شرس وبتشتد المنافس بينكم أهمش إنك ما تخالف القوانين عشان ما تصير أنت المدان هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء